السلام عليكم في حلقة توب 10 اليوم نتكلم عن أفضل ألعاب الفضاء اللي راح تزور فيها كواكب مختلفة وتستكشفها وممكن تحارب أو تصاحب بعض المخلوقات الفضائية هذا الترتيب تم اختياره من بين عضاء فريق العمل في المركز العاشر No Man's Sky هذه اللعبة صح لما انزلت كانت ناقص أشياء كثير إلا أنها قدمت رحلة استكشاف وغموض هادئة راح تسافر فيها إلى ملايين من المجرات وكل مجرة فيها عدة كواكب مختلفة تقدر تهبط فيها وتجمع الموارد وتتعلم لغات ولا بتقابل سكان الكوكب وإذا حبيت هذا الكوكب مرة تقدر تبني مقرك وترجع له في أي وقت تبيه إذا ما عجبك الكوكب خذ الموارد ويطلعه وبيعها في محطات الفضاء أي واحد لعب اللعبة لما انزلت بلاحظة الآن فيها فروق كبيرة صار تقدر تبني مزرعة تسوق سيارات واللعب على الشبكة مع أصحابك كل هذه العوامل لو كانت متوفرة وقت صدور اللعبة كان بيكون ردة فعله لكل مختلفة مع عدة قوائم اللعبة هذه صراحة مرة متعبة في مركز التاسع Alien Isolation إذا لك في ألعاب الرعب اللي ما تقدر تدفع فيها عن نفسك مية بالمية فلعبة Alien Isolation هي لك طبعا اللعبة مأخوذة من سلسلة أفلام Alien المشهورة وهنا أكثر من أنك بتقاتل فضائيين وبتسافر كواكب رح تكون محبوس في مكان معين ودائما قلق لأن الالين دائما يدور حولك ورح تسمع صوته هنا وهناك ولازم تكون مرة حاضر ولا تسترخي لأنه في أي لحظة ممكن يطب عليك الالين وينقض عليك ويقتلك إذا كان قلبك جامد جرب هذه اللعبة ورح يذوب مع الرعب في مركز الثامن Observation لعبة مغامرات والغاز من تطويق فريق اسكتلندي الفكر في اللعبة هو أنك تلعب دور AI الخاص في السفينة مهمتك هي أنك تساعد رواد الفضاء الموجودين في السفينة لكن مع السفر الأحداث تتطور وتصير مواقف ما تتوقعها اللعبة مليانة غموض ولحظات تفكير ممتعة مع بعض الغاز اللي رح تحلها إذا قدتها بعت فيلم 2001 A Space Time Odyssey والفيلم Interstellar فهذه اللعبة أفكارها مستوحى من هذول الفلمين لكن وضعوا لمساتهم الخاصة في المركز السابع Outer Worlds لعبة Action RPG بمنظور الأول مثل ألعاب RPG رح تصمم شخصيتك في بداية اللعبة ولما تتقدم بتجيك سفينة فضائية خاصة فيك واللي رح تكون مقرك الأساسي في اللعبة مع تقدمك في الأحداث وتتقابل شخصيات كثير وإذا كان أسلوبك حلو في الكلام تقدر تخلي بعض هذه الشخصيات تنضم معك لذرقتك حتى يساعدونك في القتال ومو بس كذا لأن كل واحد ينضم لك له قصة خاصة وفيه مهمات تقدر تأخذها حتى تتعرف أكثر عن هذه الشخصيات طبعا تقدر تضم عدد كبير لك لكن بس اثنين يقدرون يتحركهم معك طوال الوقت فاختار الشخصيات المناسبين على حسب المواقف اللي أنت فيها لأن كل واحد لها قدرات مختلفة اللعبة تقدم لك طريقة اختال مختلفة مثل الأسلحة والضرب باليد هذا غير أنك تستعمل ميزة اللي تبطئ الوقت وتوضح دم الأعداء الكتابة في اللعبة متعوب عليها وفيها لحظات كوميدية ضريفة وإذا تحبون العاب للأربيجي العميقة لا تفوتكم في مركز السادس فريق أركين الفرنسي المبدع اللي أعطانا لعبة ديس أونرد صمموا لعبة بري بشكل مختلف عن الجزء السابق وتعتبر إعادة تخيل للعبة في هذه اللعبة راح تلعب بشخصية مورغين يو اللي راح تستكشف فيها المحطة الفضائية تالوس ون اللي تدور في مدار حور الأرض والقمر في هذه المحطة جالسين يعملون أبحاث عن مخلوقات فضائية عنيفة اسمهم التايفون ولما هربوا التايفون من مكان الحجر في المحطة تبدأ أنت هنا بقتالهم بأسلحة مصنعة من هذول الفضائيين نفسهم اللعبة من نوع العاب المنظور الأول مع عناصر العاب النجاح وحبتين من الار بي جي والتخفي اللعبة مرة ممتعة وفيها أسلحة رهيبة توسع من حسل استكشاف عندك في المركز الخامس ماس افكت 2 لعبة الاكشن ار بي جي من تطوير بايو وير وتعتبر تكملة مباشرة لأحداث الجزء الأول أحداثها تدور في مجرد دربة تبانة في القرن الثاني والعشرين وفيها البشرية مهددين من الانسكتويد وفيها اللاعب يتحكم كوماندر شبر بالمنظور الثالث واللي كان يميز هذه اللعبة إذا كان عندك تخزين من الجزء الأول فقراراتك فيها بتغير أشياء كثيرة من أحداث الجزء الثاني اللعبة فيها 6 كلاسات مختلفة وكل واحد منهم لها قوات خاصة وأسلحة خاصة منهم المناسب لقتال بشكل قريب واللي يعتمد على التخفي قصة فيها عميقة وكانت تعطيك الحرية الكاملة في كل محادثاتك لأنها تعطيك عجلة تخليك تختار من بين أربع خيارات وهذا خل اللعبة مميزة لكل شخص وطريقة تفاعله مع العالم في المركز الرابع داستيني 2 هذه اللعبة النهاية فيها تبعد كل شوي ومع كل إضافة عالم اللعبة يصير أعمق وأعمق من القصص الخيالية الرهيبة إلى شخصيات اللي كل ما لها وودك تتعرف عنهم أكثر بنجي صنعت عالم مضخم ومتغير فيه أنشطة مختلفة عديدة عندك مهمات القصة مهمات في كل كوكب مثل public events والsectors هذو غير المهمات السرية اللي لما تحصلها ما رح تمل منها ومهمات الأسلحة الأسطورية بعدين عندك طور متعدد اللاعبين اللي فيه تقريبا خمسة نواع مختلفة أهمها الـ Gambit و Trials of Osiris وإذا اللعب التنافسي مولك ففيه عندك مهمات تعاونية ممتعة مثل Raid والNightfall اللي تختبر مهارتك في التواصل والتصويم كل هذه العوامل اللي صاحبها أسلوب تصويم خراثي وقدرات جبارة لكل من الثلاث كلاسات برأينا داستيني 2 تقدم واحدة من أكثر التجارب الفريدة في هذا الجيل في مركز الثالث Dead Space هذه السلسلة بتشكل عام مميزة لكن الجزء الأول هو الأفضل في نظرنا وهي لعبة نجاة تشبه رزن تيف و الفور بشكل كبير لكن في الفضاء وعندك مخلوقات فضائية غريبة ورح تلعب فيها بالبطل آيزاك كلارك مهندس السفينة اللي حاول قاتل اللحوش في سفينة تستخراج معادن المليانة فضائيين متوحشين واللي قتلوا عمالها بطريقة متوحشة وجثثهم ورجعت للحياة من جديد بأشكال مختلفة وكل نوع منهم لها طريقة خاصة للقتل فلازم تتعرف عليها وحاول ما تضيع رصاصك بنفس النور الجو العام للنعبة كان مرة متقن ويبث فيك الرعب بنس مستوى ألعاب رزن تيفل الكلاسيكية في لحظات تغلبت على ألعاب رزن تيفل كان فيها نظام ذكي بدل ما يعبي لك الشاشة بـ UI يزعجك فبتشوف مثلا ندم شخصيتك جايكها نور على عمودها الفقري وهذا خليك تركز على عالم اللعبة بدون تشتيت اللعبة عشقوها الكثير بحيث تم تصنيفها بأنها واحدة من أفضل اللعاب اللي صنعت بركز الثاني Halo Master Chief Collection سلسلة هيلو العريقة وفرتها مايكروسوفت في حزمة تجمع لك كل أجزاء بدون الخامس رح تمر على مسيرة ماستر شيف كاملة كل طور قصة في كل لعبة يقول لك أنا أحزم الثاني وفي قمة المتعة وميستهنة يبديك تلعبها أونلاين مع أخوياك كلها بشكل محلي أو لوحدك هذا غير الأطوار الأونلاين اللي ماينمل منها واسلعة اللعبة الخرافية إذا ما قدل عدت هذه السلسلة من قبل فأنت فوت على نفسك واحدة من أفضل ألعاب التصوير في المركز الأول Outer Wild لعبة فضاء والاستكشافها الأعمق في هذه اللعبة رح تقرأ وبتقرأ كثير ممكن هذا الشي مايجوز للكل لكن Outer Wild قدمت تجربة مميزة وما لها مثيل وعشان كذا حطيناها في المركز الأول في هذه اللعبة بتلعب فضائي يحاول يستكشفه مجرته فيها أشياء كثيرة وممكن تتغير فلما تزور كوكب واحد في البداية وترجع له بعد عشرة دقائق بتحصل تغيرات كثيرة كل كوكب في المجرة راح يتغير كثير خلال 20 دقيقة فأنت حاول تستكشف مصيبة كل كوكب قبل ما تموت وينعاد عليك الوقت من جديد اللعبة ما فيها أي نوع من القتال بسطر من سفينتك واستكشف ويقرأ جمع المعلومات حتى تكتشف السر الكبير والسبب اللي يخلي الوقت ينعاد كل 20 دقيقة إذا تحب الغموض وتستمتع بالقراءة ولغتك الإنجليزية كويسة فلا تفوتك أوتر وايد هذه كانت أفضل عشر ألعاب فضاء برأينا شاركونا بالتعليقات لأفضل ألعاب الفضاء اللعبتوها كان معكم نورف النغموش ويعطيك معافية المتابعة ومع السلامة